لكل إنسان تفولة واحدة فقط وإذا لم تكن هذه التفولة صحية ستذيع الفرصة إلى الأبد ولكن كيف يمكن لأمم محدودة الموارد ومنخفضة الناتج القومي والأقل نموا وذات الاختلافات العرقية والبعد الجغرافي أن تقدم لأطفالها بداية صحية يحتفظ شعب هذه الأرض بسر خاص حول كيفية حدوث ذلك في مساحة 125 ألف كيلومتر مربع يعيش أقل من خمس مليون مواطن وفي هذا المكان الصغير نسبياً يوجد تنوع جغرافي لا يمكن تصوره ما بين أرض جدباء وجبال بعيدة ودرجات حرارة مرتفعة ومدن تقع على ارتفاعات شاهقة وصحراء في مستوى سطح البحر شهدت هذه الأرض ثلاثين عاماً من الصراع المعقد شكلت شخصية شعب هذه الأرض وجعلته أكثر صلابة يتميز الشعب أيضاً بالتنوع الكبير حيث يضم أكثر من تسع جماعات عرقية يتحدثون تسع لغات والشعب نصفه تقريباً من المسلمين ونصف الآخر من المسيحيين إنها إيرتريا التي تقع في القرن الإفريقي من الدول ذات الناتج القوم المنخفض ويأتي ترتيبها من حيث المساحة في مرتبة 106 عالمياً فهي ليست دولة كبيرة كما تأتي في المرتبة 116 عالمياً من حيث السكان فهي ليست مزدحمة ومع ذلك فإن هذه الدولة صغيرة المساحة والتي تأسست حديثاً في عام 1991 تهتم بصحة أطفالها وتعليمهم بشكل ملحوظ وذلك من خلال دعم التعليم والصحة خلال مرحلة التفولة بدلاً من الانتظار ومجاهة المشكلة لاحقاً ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك؟ فلا يمكنك أن توفر الأطباء والمستشفيات في كل قرية نائية لا يتغفر الآن سوى آلاف المعلمين ولكن بعد حصولهم على تدريب بسيط أصبحوا جزءاً من فريق الصحة القومي اصبحوا جزءاً من الانتظارات لمعلمين يمكن أن تتفاقم وعلاجها في المستشفيات المحلية بسعر زهيد وبطريقة يسيرة وبهذه الطريقة نتجنب أن ندفع في المستقبل ثمن الباهث لكوارث الصحة العامة وخلال حرب إيرتريا من أجل الاستقلال التي بدأت في السبعينات كان المقاتلون الإيرتريون منهمكون في حرب تدور على أرض وعرة خلقت سنوات الصراع مثالا حيا لكيفية مواجهة تحديات التعليم والصحة ولأن الحاجة أمو الاختراع تمكن المقاتلون من تطوير نظام للتعليم والصحة في ذات الوقت هكذا Okay,七If article was established. I happened to be one of the founders of that school, the revolution school. We used to call it the Zero School. It was the codename for it. They're behind enemy lines at the same time. And we were educating, we were printing books there, in the field. We didn't have shoes, so we started to produce shoes in the field. Pharmacy, pharmaceutical factory was established out there. ثم ببدأنا بناء العملية والباركتوري في مدينة دولة. نبدأ بمجردهم. إنهم مهمون تدريض. ومتعلن النوارج التواصل للتعاية في هذه المنطقة العملية تقدمها في العملية. وبعد الاستقلال في بداية التسعينات ازدادت قوة هذا الرابط بين الصحة والتعليم وازدادت قوته حتى في المناطق الأكثر بعدا التي شهدت أهوال الحرب وهي أماكن مثل هذه القرية المنعزلة فوق جبال شمال إريتريا لهذا السبب من الصعب وصول الخدمات الصحية ولكن لحسن الحظ أن قرية هادي شادي مثلها مثل كافة القرى في إريتريا تتمتع بنظام التعليم المكون من رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي والحال هنا لا يختلف عن الحال في بقية أرجاء إريتريا حيث تبدأ الصحة والتعليم قبل أن تبدأ المدرسة أما الأطفال الذين لا تتوافق أوزانهم على الأوزان المتوقعة لسنهم فيحصلون على غذاء علاجي مع مراقبة نموهم وللمساعدة على تعزيز فترة النمو الأولى للطفل تستمر عملية مراقبة النمو إلى رياض الأطفال وشهدت إريتريا في خمس سنوات 446 مركزا للتعليم المبكر يتضمن رياض الأطفال وأحدهم هادي شادي تستمر المتابعة بعد رياض الأطفال حيث ترتبط برامج النمو المبكر للطفل ارتباطا وثيقا بالبرامج المدرسية الصحية في المرحلة الابتدائية وما بعدها ولمعظم الناس يعد هذا وسيلة الاتصال الوحيدة بمجتمعهم الأكبر ويعني هذا الوصول إلى كل مدرس في كل مدرسة في البلاد بصرف النظر عن حجمها أو موقعها هذه مدينة كيرين وهي أقرب مدينة لقرية هادي شادي ويجتمع هنا ممثلون من مدارس هادي شادي ومن كل المدارس في المنطقة للتدريب يتم تدريبهم على فحص الأطفال بحثا عن المشكلات الصحية الأساسية المنتشرة في منطقتهم بالإضافة إلى قياس الوزن والطول للتحقق من صحة الطفل ونموه كما يتعلمون أيضا الطب الوقائي من خلال التغذية والصحة العامة ومكافحة مرض الأيدز والتعلم مهارات الحياة ولكن في البداية من المهم لكل مجتمع محلي أن يؤمن بالبرنامج ليتسنى لأشخاص مثل سامويل أن يتحدثوا مع المدرسين والأبا وشيوخ القرية للتأكيد على أهمية البرنامج وللإجابة على أسئلتهم وبواعف قلقهم يعيش ريستروم وعمره 12 عاما في قرية هادي شادي مثل جميع الأطفال في هذه القرية الجبلية يتكبد عناء الطريق الطويل شديد الانحدار في طريقه إلى المدرسة وعندما يشعر بالتعب فإن قدرته على التركيز والتعلم تتأثر ولحسن الحظ يطبق معلمه في مدرسة هادي شادي للتعليم الأساسي ما تعلمه في التدريب وبالإضافة إلى المواد الدراسية التقليدية مثل الرياضيات والعلوم والجغرافيا واللغات يتضمن المنهج أيضا التعليم الصحي والمراقبة المستمرة للنمو we do this growth monitoring bearer we measure stunting which is an indicator for this cumulative malnutrition so that teachers are trained to make regular growth monitoring for the school-aged children and the other thing that we do is for skin ear eye and the dental problems the infections وعندما فحص المعلم ريشتروم اكتشف السبب وراء هدوء الطفل غير المعتاد وهذا التحويل للمصحة مجاني ويرسل إلى والدته لتعلم أن ريشتروم يحتاج الآن إلى الذهاب إلى الوحدة الصحية يسهل اكتشاف الاتهابات الأذن وعلاجها مجاناً بالمضادات الحيوية وهذا مثال للأمراض البسيطة التي يمكن أن يكتشفها المعلم المدرب بكراً قبل أن تصبح خطيرة وتتكرر تجربة ريشتروم في إيرتريا بأسرها أسمرا هي عاصمة إيرتريا وهي كنز من كنوز إفريقيا وعلى الرغم من أن أسمرا تقع على ارتفاع ألفين وأربعمائة متر فوق سطح البحر إلا أنها ليست قرية جبلي نائية بل مدينة عالمية ساخبة وتتشح أسمرا بتاريخها الذي لا تخطئه عين حيث استعمرتها إيطاليا واحتلها موسوليني الذي أثر كثيراً على الناحية المعمرية إذ كان يأمل أن يجعل منها روما الجديدة وترك بها شكلاً أنيقاً وعصرياً يميزها عن بقية إفريقيا وبعد الحرب العالمية الثانية أدى الاحتلال البريطاني لإيرتريا إلى اندماجها مع إثيوبيا التي ضمتها إليها حتى نالت إيرتريا استقلالها في أوائل التسعينات حصلت أسمرا من كل ما بر بها على أفضل ما فيه وفي أسمرا يحصل أطفال المدارس على نفس الرعاية الصحية الأساسية التي قدمتها المدرسة إلى ريسترم وهنا أيضاً يبدأ الأمر في مرحلة التعليم المبكر وبرامج التنمية المبكرة للطفل ويرتبت بالبرنامج الصحي للمدرسة الذي يستمر من مرحلة التعليم الأساسي والثانوي في قرية ريسترم يتوجه الطفل الذي يحصل على تحويل للعيادة الطبية إلى الوحدة الصحية ولكن في أسمرا تأتي الوحدة الصحية إلى الطفل وهذه هي الوحدة الصحية المتنقلة وهي عربة مهيئة خصيصاً للقيام بالفحوص الطبية الأساسية التي يحصل عليها الأطفال في أرجاء إيرتريا قد تكون هذه الوحدة غير عملية في المناطق الريفية ولكنها مناسبة تماماً في أحياء المدينة نحصل على الوحدة الصحية المستقبلية ومجرد المملكات الأساسية لطفالات الأمور ومجرد المملكات الأساسية ومجرد المملكات الأساسية لدينا كاردات نعطى من صفحة أساسية في أجلهم ومجرد ما نجعلنا الآن يتم فحص أسنان الأطفال في فري سلام والأسنان التي يجب خلعها تخلع في الحال وتركيز الرعاية الصحية الأساسية على الأطفال يساعدهم على التعلم في الوقت الراهن وتجنب الحاجة إلى اللجوء إلى علاج أكبر لاحقا وفي الوقت ذاته يتم فحص العيون والآذان بصفة مجانية ومشكلات النظري من الأسباب الشائعة لضعف الأداء في الفصل ويمكن للمتخصصين في الوحدة الصحية المتنقلة فحص أعين الأطفال وسنع النظارات الطبية لهم على الفور ولكن عندما يترك الطلاب مرحلة التعليم الأساسي ويدخلون المراهقة يكبر احتمال حدوث مشكلة صحية أصعب ولكن كيف يمكن للمراهق أن يجتاز مثل هذه العوائق المعقدة؟ كما هو الحال في التعلم الأساسي يعتبر المعلم هو الحل جبريم دين تكلم أسف يدرس بمدرسة سمتاتة الثانوية في أسمرة ولكن بالنسبة للمراهقين فأن سلطة الكبار لا تكفي لتوصيل الرسالة المطلوبة كيف تعلم المراهق أن هذا ليس هراء؟ تكمن الإجابة في الطلاب أنفسهم يعلم جبريم دين أن تأثير المراهق على سلوك نظيره المراهق يكون أحياناً هو الأقوى ولأن جبريم دين هو الشخص المسؤول عن الصحة في المدرسة فقد حصل على تدريب خاص يساعد جبريم دين على تحديد المراهقين الواعدين من بين أفضل الطلاب ويدربهم على عديد من الموضوعات الخاصة بمهارات الحياة ويجب عليهم تغطيتها مع زملائهم هذه الموضوعات كانت من المحرمات هابن هي واحدة من أكثر المراهقات الواعدات لتعليم نظرائها يتبعون بإمكاني أفضل الطلاب في أشخاص مفضل الطلاب ويجب عليهم أن يتبعون بموسط البلاد أمي الأفضل في هذا المنطقة سنة تعمل هاب وعشرون من الطلبة لنشر الرسالة وبما أن مجموعات تعليم النظراء فيها الطلاب والطالبات معاً يفهم جيبريمدين أنه من الأفضل مناقشة بعض الموضوعات بين الطالبات فقط ولهذا فهن يشتركنا فيما يسمى منتدى سارة وحصل منتدى سارة على اسمه من سلسلة مجلات أطفال مصورة بطلتها سارة تتعرض للعديد من مشكلات المراهقات في أفريقيا الخط الأساسي لسلسلة سارة سمم خصيصاً ليعلم الفتاة التعامل مع أي موقف يومي يتطلب مهارات الحياة ولأنها بنتعمل مع عشرين من زملائها فإن تأثيرها يتضاعف فما أفضل منذ سور وحبان يرى 20 موجودين إنهم 20 موجودين يرى 20 موجودين وانهم يرى 20 موجودين وكل مموصور محمول رأيت في حول المقادل القيعد ليكون من الأمر أكثر أماراً صاميات التعامل رأيتنا حتى التحديث يمتغط نكامل جزء من تاريخ الاستعمار الإيطالي لإريتريا هو القطار البخاري من أسمر إلى مساوى على البحر الأحمر وهو يجسد حيوية التنقل بين العاصمة والساحل وكذلك الأمر بالنسبة لتغيير الثقافة وتعكس منطقة البحر الأحمر التي تعد واحدة من أحر مناخات العالم وجود العديد من طرق التجارة الهام ولكن الذين يعيشون بعيداً عن الساحل في منطقة شمال البحر الأحمر أغلبهم من العربي والمسلمين والبدو وهذا يجعل من الصعب الوصول إليهم بخدمات التعليم والصحة سيمينيس كيبيد هي مسؤولة الصحة في منطقة شمال البحر الأحمر وهي تتفهم التحديات التي يفرضها هذا المكان الفريد وعلى الرغم من ذلك تقدم إليتريا برامج مراقبة النمو ومتابعة تطور الطفل حتى في هذه الأماكن النائية في العالم الإسلامي يوجد مسجد حتى في أصغر القرى وقرية ويكيرو الواقعة في منطقة شمال البحر الأحمر لا تشذ عن القاعدة ولكن بخلاف العديد من القرى الصغيرة في العالم فإن قرية ويكيرو بها روضة أطفال وقد بدأت برامج متابعة النمو المبكر للطفل تغطي الأطفال ويستمر البرنامج وصولاً إلى البرامج الصحية المدرسية في المرحلة الإبددائية يقوم أدام بالتدريس في مدرسة ويكيرو الثانوية تتكون المدرسة من مباني بيائية وأكواخ وهي من سمات الحياة البدوية حيث تعيش العائلات هنا جزءاً من السنة وهذه ليست المدرسة الوحيدة التي يلتحقون بها ومع هذا فإن المعلمين هنا يحصلون على نفس التدريب كأي معلم في أسمراء أو كيرين وقد جاء التدريب بثماره ففي أحد الأعوام الدراسية لاحظ أدام أن فتاة تدعى بيكيتا تعاني في المدرسة أسهل على المعلمين استبعادوا مثل هؤلاء الطلاب لضعف تحصيلهم العلمي ولكن المعلمين مثل آدم الذين تلقوا تدريباً ملائماً في الرعاية الصحية يمكنهم أن يعرفوا ما هي المشكلة لاحظ أدام أن الخمول الذي تعاني منه بيكيتا يتعلق بفقر الدم ولكن الذهاب إلى أقرب مستشفى في مساوى سيستغرق اليوم كله وهو ليس حلاً عملياً لكن لحسن الحظ أن مدارس هذه المنطقة تشترك في وحدة صحية أساسية تماماً مثل المدرسة في هادشادي أكدت الوحدة الصحية شكوك آدم ذكرت في تقريرها أن حالات فقر الدم تنتشر في المنطقة بنسبة 14% لأن النظام الغذائي للبدو تقل به نسبة الحديد وعولجت مشكلة فقر الدم لدى بيكيتا بحصولها على قرص مجني من الحديد وبهذا الحل المباشر حصلت المنطقة كلها على أقراص الحديد المجنية وكل أخير يجب أن يبقى 32 طبالات في مجرد لأننا يوجد 32 أجمال أقراص الحديد وكل أجمال يجب أن يبقى أحد طبالات توزيع أقراص الحديد المجانية ليس سوى جزءا مما يتلقاه كل طالب في إطار الصحة وتعلم مهارات الحياة اختفى فقر الدم لدى بيكيتا وعادت مرة أخرى كطالبة متميزة ليست بيكيتا الوحيدة فبفضل توزيع حبوب الحديد انخفضت معدلات فقر الدم من 14 إلى 4% بين الأطفال في منطقة شمال البحر الأحمر تطلب الأمر بعض أقراص الحديد وقليل من المعرفة تقدر إيرتريا قيمة هذا ليس لأنها تعتني بأبنائها أكثر من بقية الأمم أو لأنها أذكى ولكن سبب نجاح إيرتريا في الصحة والتعليم من الطفولة إلى البلوغ هو أن التنافس بين وزارتي الصحة والتعليم وقع تحويله إلى فرصة إذا كنت تتعلم أعلمين كثيرا 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 نض bize طريقة الهجب من الطفولة لتعالف sausage eeينة مهما nightChuchuri كانت بطاقوبة يشاهدون لقناة السوف والتعليم أفتاح عظيار المنتابل لنهشة تgment Esta المسوقها لنهشة، لم تكني في طريقة كل هذه للع Guillermo في نهاية ما يعجبنا النهاية من نهاية الناس هذا على نهاية الناس هذا هو التي نشعرنا السلطة هذا حياتنا أن نحن 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 نشعر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة